السلام عليكم هاشتاق اغالة كباشي يتصدر بلغت 45 درجة مريئوية بالخرطوم واعلى بقليل شمال البلاد ارتفاق قياسي لدريات الحرارة بالبلاد اختيار جامعة القرآن الكريم عضوان في لجنة تطوير الجامعات العربية حالة كورونا بالقطارف الحرية والتغيير بكوستي تحذر من مخطط العنف للنظام البائد اجمع المهنين السودانيين يبحث مع الجفهة الثورية الغضايا الراهنة مبادرة الوقفة التروية لإعلام للعنف القبلي خبير أرصاد أجر غير مسمى البدوي فرنسا تستضيف مؤتمر دولي لحفاء الديون عقب الخروج من قائمة الإرهاب منظمة الدعوات استثناء السودان من مشاريعها الرمضانية بسبب لن يتتمكن رفع سقف السحبي من الصرفات الآلية لخمس آلاف جنيه دكتور اسامة القاضي استشاري النساء والتوليد بمستشفى الدعين وفاة طبيب آخر بسبب الكورونا مجموعة شركات معاوية البريرت ودشين حملة من المصنع للمستهلك بيان تأسيسي لتجمع مزارعي الجزيرة تجمع المهنين والثورية يدعوان لإنشاء مفوضية السلام حزب الأمة الغومية يتمثب بموقفه ويأكد التغيير المطلوب بالغوام السياسي والدستوري السليم والمأمل للانتغاليها مجموعة الإصابات 1964 السودان سجل 146 حالة جديدة بكورونا نقطة ألافة جوالات من السكر والدقية بمدرسة في الجنين حركة من ناوي اجتماع المجلس القياد للجفهة الثورية في جبا يؤمن على وجود خلال إداري بها ولم نتوصل إلى حلول الإصلاح الإعلان عن تسجيل ست حالات كورونا جديدة مؤكدة بمدينة كسلا شكوك حول الصرف على مركز كورونا الإعلامي وزارة الصحة منع الوطن صرف طليلون جنيه لإجعال الفتنة القبلية حصاد عشر آلاف وربعمائة خمسون جوال قم حبس النار الحرية والتغيير بالنيل الأبيض الولاي لن تكون مسرحا عبثيا لعملاء السلطان ودعمه لجديد تجمع طمريض السوداني عاوذ الكرة بشأن مطالبه الخرية ما تم تداوله لا علاقة له برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب تجمع المهنين السوداني نبحث مع المؤتمر السوداني تعيين الأولى لن يتزالت التمكين الأموال المستردات ستوظف في غطاء الصحة والتعليم تركة تغضي مساعدات غذائية لخمسمائة وخمسون أسرة بالسودان وزير المالية زيادة الرواتب لن تزيد التضخم لأن الصرف من إيرادات ذاتية للمالية أزمة الدواب في السودان خبيرة توقع سيناريو أسوأ ثلاثة أطباء فقط لإستقبال المرضى بطوارئ أم درمان ونداء لكادر الطب للتطوع ربع كفاءة العمل عشر أضعاف زيادة السودان تقدم استضابة متكاملة لمركز اتصال وزارة الصحة الاتحادية 90-90 وزارة الصحة إعادة هيكلت إدارة الإعلام والعلاقات العامة والمرازم اتنين فاصل ستة مليار جنه من الزكاة للأسرة الفغيرة ليس جزءا منها أم جد فريد يوضح موقفه من مؤامرة للتاحب وزير الصحة الملتغل افتراضي الأول لوكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي العقيدة اليوم خبير وزير الصحة ليعمل وفق التوجيهات مجلس الوزراء خطامة جولات الميدانية لمبادرة من المنتج المستهلك البدوي المالية خصصت مبالغ غير محدودة لمكافحة جائحة كورونا رفع حزر التجوال في كادوكلي عودة الحياة إلى طبيعتها الصحة تعلن غائمة المستشفيات العاملة بالخرطوم لجنة أطباء السودان نقصحات في الكوادر الطبية والصحية بمستشفى أمدرمان التعليمي ومستشفى الشعب حالة وفاء سبع إصابات جديدة بكورونا بالقطارف ولاية الخرطوم آلية مستدامة لتوزيع وترحيل أم راغبة الدقيقة يستهدف 70% من السودانين البدوي برنامج دعم الأسر يبدأ من تصف ديسمبر المقبل البرهان السودان حريز على تعزيز دورة البحثة الأممية بأبيا الحرية والتغيير بالنيل الأبيض تكشف اجتماع لفلول النظام وتتهم الشرطة بالتساهل الجازلين يهدد الموسم الزراعي الصيفي بالفشل التسويق الإلكتروني ملجأ الأسر لشراء مستلزمات العيد أبرزها التحضير المبكر لموسم الزراعي غرب دارفور اجتماع برآسة الوالي أؤمن على أربع ملفات وفاة مدير الإدارة العامة توزيع قهرباء بالولايات الإخوان بحزب الأمة يرفضان الوصائد الدولية على السودان الخارية نجحنا كثيرا أن يعود الأغلبية من الجنود السوداني من اليمن حركة ملناوية تحاول إنقاذ السورية من علاقات مجبوهة بالتطرف ما أخفاه وزير المالية أن تميل زيادة الرواتف جاءت من رفع الدعم عن الوغود إصابة أربع الطباب مستجفى حلفة جديدة بكورونا الخدمات المصرفية مخترحات لتسهيل صرف المرتبات مماكنات صراف الآلي محمد اسمت كي يغيلي دكتور أكرم سمحوا مظاهرات الكزام في أي مكان حتى وصلوا صاحة القيادة أخبار الرياضة تنازلها عن خمسون في المئة من راتبه الشخص بسبب ظروف كورونا يبراهما يتخذ غرارا مثيرا الزكرة السنوية لموسيقار الهلال والدين محمد عبدالله التغرير هدف مبهرون ثلاثة لعبين كسروا القاعدة في الدوري السوداني الكاردنالوجيا الصراع الرأس بالهلال قبل الانتخابات رئيس المريخ السابق النادي لم يدخله بقرش واحد من معالحرام كاستنتظر رسوم الهلال لحسم استئناف الأسرق قانون مريخ رشمد ووليد يتدربان تأهو والانطلاقة الممتاز محنب الطاهر أرغب في ختم حياة الرياضية بالهلال شكرا لحسن المتابعة شكرا لحسن المتابعة